السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ السنة الثانية متوسطة لحتى أولياء تلاميذ لهم يشاهدوا فينا معكم الأستاذ ياسمين وإن شاء الله اليوم رح نحلو اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الطبيعية والحياة إذن أبنائي اخترنا هذا الاختبار مع بعض لأنه يحتوي على أغلبية الدروس تعكم تع العلوم الطبيعية والحياة لهذا الفصل إذن يلا بدون إطالة نبدأ ونقرأ الجزء الأول عليه 12 نقطة التمليل الأول تعتبر أشجار صنوبر من النباتات الخضراء التي تنمو في الغابات والمناطق الرطبة والتي توفر مساحة ملائمة وظروفا مناسبة لنمو بعض الكائنات عديمة لخضور كما تبينه الوثيقة الأولى إذن يلا قال لك أشجار صنوبر عندها مساحة وظروف رائعة لتنمو كائنات عديمة لخضور عديمة لخضور ما عندهش يخضور في النبتة لا تحتوي على يخضور مع تمدرج عملية التركيب الضوي مفهوم كما تبينه الوثيقة هذه مفهوم كما زعم الفطر يلا السؤال يقول بماذا يتميز كل من الوسط الذي تعيش في أشجار صنوبر والتربة التي تنمو بها مفهوم بالطبع عليه اشجار صنوبر نقول بماذا يتميز والتربة التي تنمو فيها بماذا تتميز ما عندهش فيها يلا السؤال يبعدل حدد العلاقة الغذائية التي توضحها الوثيقة الأولى مبينا الطرفين المشاركين فيها إذن يلا عندي شجرة صنوبر ما رسموهاش لكن رسمو الفطر نشوفو وشنو العلاقة ما بين الفطر وأشجر صنوبر السؤال الأخير يقول كيف يساهم العنصر ألف يلا نشوفوها والعنصر ألف تعنا وفي استمرار نمو حياة شجرة الصنوبر دون تسجيل نقص في موادها العضوية إذن اللي هنا نلاحظو بالشجرة الصنوبر كل اللي هنا راهو الوسم متحم ما فهم الجذور تحها وراهي تتغذع لها الفطر ما فهم إذن الجذور تسجيل الصنوبر توجد هنا شجرة صنوبر والفطر هو يتغذع لها السؤال يقول كيف يساهم العنصر ألف هذا العنصر في استمرار نمو حياة شجرة صنوبر بعدها هو يكمل النمو التحها ما فهم دون أن تنقص لها أي مادة عضوية معدها مامكية كل منها ما تنقص لهاش يلا نشوفو الثماني الثاني يقول تعرف الشبكة الغذائية بتداخل وتقاطع مجموعة من السلاسل الغذائية وتمثل جميع العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية المختلفة ما فهم عندنا علاقات مختلفة ما فهم النبات والحيوانات إلى غير ذلك معنى الفأر عندي اللهنة غازالة عندي اللهنة ثعلب مع بشي دا كنتوفو أبنائي لكن اللهنة كين سقر إلى غير ذلك ما فهم يلا السؤال الأول استخرج من الوثيقة الأولى يعني هذه الوثيقة واش نستخرج منها ألف المنتج معلنا سبب تسميتي بذلك معنى شكون هو المنتج في هذه الصورة معنى اللي يعطيني كلش ما فهم ب سلسلة غذائية واحدة مكونة من ثلاث حلقات تحتوي على الفأر محددا المنتج والمستهلكين يعني يعطيني سلسلة غذائية هي كين بزاف احنا نعطوه على الأقل سلسلة غذائية متكونة من ثلاث حلقات لازم الحلقات فيها فأر محددا المنتج والمستهلكين معنى نكتب لتحتها شكون هو المنتج المستهلك الأول الثاني إلى غير ذلك يلا يقول السؤال الثاني إذا علمت أن الفأر يتناول 250 كيلو جرام من النبات الأخضر وأنه لإنتاج واحد كيلو جرام من الكتلة الحية يستلزم تناول عشرة كيلو جرام من الغذاء إذن لانا غير تلقوها كارم يعطوكم أرقام معرفة بلح تحسبوه الكتلة الحية إذن أول سؤال احسب الكتلة الحية للمستهلك الأول والمستهلك الثاني في السلسلة الغذائية التي شكلتها إذن لانا أبنائي نعطيكم أسهل طريقة باش تحسبوه الكتلة الحية سواء المستهلك الأول ولا الثاني ولا حتى الثالث با ماذا تستنتج وعلل معنى ماذا نستنتج مور محسبناها ونعلل إجابة تعالى نروح للسؤال الأخير يقول لي يؤدي موت المستهلك الأخير إلى تشكل ناتجهم من نبات الأخضر في تركيب مادتها العضوية معنى المستهلك الأخير كيموت راوي شكل لي مادة عضوية للنباتة الخضراء أول سؤال حدد الكائنات الحية المسؤولة على تشكله وموضح ندورها السؤال سمي الملح المعدن الناتج عن نشاط هذه الكائنات الحية والذي يستفيد منه النبات الأخضر معنى الحيوان سواء أن يكون كبير ولا صغير كيموت راوي يتحلل يتحلل في التربة وياخده النبات الأخضر السؤال الأول راح نحدد له الكائن الحي المسؤول على تشكله والسؤال الثاني راح نقول واشنه هو الملح المعدني الناتج عن هذه الكائنات الحية يعني اللي يستفيد منها النبات الأخضر دوما نقول لكم أبنائي فهم السؤال نصف الجواب السؤال تعني نقرأ زوج 3-4 حتى نفهمه مملح يلا الجزء الثاني عليه تمنيقات الوضعية الإدماجية تقول شاهدت فيلما وثائقيا تدور مجرايته حول المجاعة الكبرى التي ضربت الصين عام 1960 يعني المجاعة المعروفة عالميا بعدما أطلق الرئيس الصيني عام 1958 حملة شجع فيها شعبه على قتل ملايين من العصافير خاصة طيور دوري كونه اعتبرها أفة زراعية ونجم عن هذا القتل انتشار رهيب للجارات أتلف ملايين هكتارات من المحاصيل الزراعية وأغرق الصين في مجاعة قتلت عشرين مليون شخص إذن لهنا رئيس صين واش قال لهم كي شاف باللي الطيور رهي تاكل البعض من المحاصيل الزراعية قال لهم قتلوها لكي نتخلص يعني يتخلص من العصافير والمحاصيل الزراعية تولي تنتج بكثرة يعني ما يوليش فيها نقصان اللي كان يكلوه طائر دوري إذن كانوا يصيبوهم يقتلوهم لكن بعد مدة لاحظوا باللي انتشر الجرد إذن الجرد علش انتشر لأنه خلاص نحيط له الطائر اللي كان يكل فيه وبذلك شوفوا أبناء إيش حل قتلت هذه المجاعة عشرين مليون شخص يعني ماتوا جوعا وليس في الحرب يلا السندات عندي محصول زراعي جراد طائر دوري يلا طلب الصين تزويدها بطيور دوري من الاتحاد السوفيتي وكندا إذن بعد ما دارت هذه الغلطة ولت تستورد العصافير يعني شوفوا من الحقه حتى استوراد الطيور يلا التعليمات تقول لي اعتمادا على السياق والسندات ومكتسباتك القبلية اجيب عما يلي السؤال الأول لماذا اعتبر رئيس الصيني العصافير أفئي زراعية با هل استفادت الصين من حملة قتل العصافي التي اقترحها رئيس الصيني برر إجابتك تنين ماذا ينتج عن فقدان حلقة من حلقة السيسيلة الغدائية ثلاثة اقترح حلين لمكافحة الجراد يلا هذا بالنسبة للاختبال لنبدأ نحله مع بعض إذن السؤال الأول في التمرين الأول يقول بماذا تتميز كل من الوسط الذي تعيش في أشجار الصنوبر شوفوا اللي هنا قال لي تعتبر أشجار الصنوبر من النباتات الخضراء التي تنمو في الغابات والمناطق الرطبة مفهوم إذن الغابات والمناطق الرطبة ماذا تحتاج إذن شوفوا إيضاءة متوسطة معتها الوسط الذي تعيش فيه إيضاءة متوسطة يعني في الغابات أجد إيضاءة متوسطة حرارة معتدلة يعني تكون مليحة في الغابات ورطوبة عالية هنا شوفوا قلنا مناطق رطبة فهموا أبنائي مام السؤال ما قريتهش عند الأستاذة ما قريتهش في الدرس ولا ما فهمتهش لازم بركعني ولا تقولوا ياه هذا ما قرناهش affirmative نعاود نقرأ السند التاعي ونفهم الوسط الذي تعيش في أشداد صندوقی وعطان َ من تعيش قال لي تعيش في الغابة وتعيش في المناطق الرطبة يلا نشوف الغابة وش فيها ولمناطق رطبة وش فيها فيها إظاءة مليحة فيها حرارة مليحة وفيها رطبة عالية هذا مكان مفهم يلا قالي التربة التي تنمو بها يعني التربة اللي فيها الأشجر صنبوربي ماذا هي ماذا ما نوعها هي تربة دبالية وشنو معتها غنية بالأملاح المعدنية والمواد العضوية معتها تتوفر على أملاح معدنية كافية ومواد عضوية كافية لنمو النباتات ولنمو الأشجر اللي بعد وقال لي ما هي العلاقة بين الطرفين يعني بين الفطر وأشجر صنبورو شرهم يديرون هي تعايش وليس تطفل دون قولوا أستاذ كيف أجعلتي باللي تعايش ولا تطفل من السؤال الثالث شوفوا قال كيف يساهم العنصر ألف يعني شوفوا العنصر ألف منه وخارج خارج من الفطر في استمرار نمو حياة شجرة صنبور دون نقص في موادها العضوية معتها ما هو شي أطر عليها بالسلب لو كان يقول لي في النص التاعي ولي في التمرين قاعد يقع بينا نقول لكم نجب نقع وقاعد تمرين إذا قال لي باللي يروي أطر عليها سلبا هنا تطفل لكن اللي هنا لا غلو يخليها تعايش عادي إذا انت عايش ما بين شكون وشكون قال لي حد الطرفين ما بين أشجر الصنبور والفطر مفهم والفطر أنا فقط نسيتها مفهم يلا كيف يساهم العنصر ألف في استمرار نمو حياة الشجرة هذه إذن الألف فقط للمعلومة هو شبكة خطية للفطر يعني تشوفوا جاية على شكل خطية على شكل خط إذن يسموها شبكة خطية للفطر إذن يديرها الفطر يتغذى بها زيادة امتصاص النبات الأخطر للأملاح إذن هذه الشبكة لهذا الخط اللي يتغذى به الفطر يعافسة مليحة على شمالي حالي أنه يزيد امتصاص النبات الأخضر للأملاح المعدنية مثلا يقولون نبات أخضر يمتص الأملاح المعدنية بالتربة بنسبة واحد بالمية كي يزيد له الفطر هذي ولي يمتصها أكثر يولي مثلا يمتصها عشرة بالمية مفهم فقط مش تعرفوا يلا نوحل التمانين الثاني إذن أبناء اللهنة كتبت لكم شوفوا هذا فعلب هذا فقر نبات أخضر هذي غزالة ولهضبي هذا اللي اللهنة سقر هذا سنجاب عندي اللهنة وهذا عصفور وهذي بومة وثعبان فهم يلا قال لي شوف شكون هو المنتج إذن دوما كيقول لنا المنتج أضعف حلقة في السلسلة اللي هو النبات الأخضر شكون هو الأضعف اللهنة ولي بدأ يأكلوه هو النبات الأخضر علش نسميه المنتج ينتج غذاء بنفسه salt عندما يسن نشع عفزة وحد أخرى باش تعطي له الغذاء التاعه إذن ينتج غذاءه بنفسه إذن أسميه المنتج يلا قال لي سلسلة غذائية واحدة مع تعطيني سلسلة غذائية واحدة لازم يكون مثلا فيها الفأر النبات الأخضر يمكن استبداله بالثعبان او البومة كلها صحيحة النبات الأخضر يأكل الفقر والثعبان والثعبان والنسر او الصقر نرى اللعنة اللي بعده لا تقرينها لا تستطيع اطحلكم مدام قريته كتلة حية تستطيع اطحلكم في الحساب اذا علمت ان الفقر يتناول 250 كيلو جرام من النبات الأخضر وان انتاجه 1 كيلو جرام وانه لانتاج 1 كيلو جرام من الكتلة الحية يستلزم تناول 10 كيلو جرام من الغذاء احسبة الكتلة الحية لمستهلك الاول والكتلة الحية للمستهلك الثاني اذا نرى ما قاله 10 كيلو جرام من الغذاء دايما نقوم ببعض الغذاء وليس الكتلة تحتك الحيوان إذاً ما الذي يجب أن الغذاء؟ الغذاء يجب ل Gelزم нужная 10 كلاpps إذاً نطلب 10 كلاكم من هي السعودية ماذا يقابلها من الكتلة الحية؟ يقابلها 1 كلاك líقة من الكتلة الحية هذه نصبها 100 كلاك من الخذائن يقابلها 1 كلاك من الكتلة الحية تم كيلو جرام من كيلو جرام ديروا شحال هذك يوزن مثلا إذا عندكم 50 40 ما يهمكم مش شحال يتناول هذك الحيوان نحطوها مشي تحت الكتلة الحية خطأ هنا لني حاب نحسب إذن نحطها تحت كتلة الغيذاء إذن 250 وندير العملية الثلاثية 250 في 1 قسمة 10 معروفة جدا نحن تخرج لي 250 قسمة 10 نحن صفر مع الصفر إذن تخرج لي 25 إذن المستهلك الأول اللي هو الفرح يأكل 25 وشنو مشي من الغيذاء من النبات الأخضر لا لا كتلة حية نفهم إذا نازم تفرقوا الكتلة تعل غيذاء اللي يأكلها مشي هي الكتلة الحية يلا كيقولوا للمستهلك الثاني دوما هذي نعاود نكتبها 10 كيلوغرام من الغيذاء يعطيني 1 كيلوغرام كتلة حية أنا الفقر شحال ولا يأكل شحال كتلة تعالي ولا يأكلها اللي استخشتها 25 إذا نكتبها تحت الكتلة تعل غيذاء ندير العملية التولاتية 25 في 1 قسمة 10 إذن كلينا نريحها بالفاصلة تولي لي 2.5 وتلاحظوا دوماً أبنائي هذه لازم تجيكم تشبه لها مشي مثلاً لها تلقاوه 40 لها تلقاوه 7 ولا لا لا تلقاوه بركرة نلدنا وبالفاصلة نعطيكم مثال إذا مثلاً بدينا بربعة آلاف لازم مورها نلقى ربعة مياه مورها لازم نلقى ربعين مورها ربعة من فول من الزعمة هذه السلسلة تعناء الغذائية يلا إذن المستهلك ثاني سواءً فعلاب ولا هدعبان ولا بوما راح يستهلك 2.5 من الكتلة الحية قال لماذا تستنتج؟ نستنتج أنه كنا منتقلنا من مستوى غذائي إلى آخر وشيصرة تتناقص الكتلة الحية هذا وش نسحكم تقولوني يلا وذلك لماذا؟ يلا نعلو وذلك راجع إلى أن جزءاً منها يستعمل في البناء والنمو والجزء الآخر يضيع على شكل فضالات معلتها النص مثلاً كانت كلاه مثلاً ثعلب كلاه 25 كيلو جرام هذي كتاع الفأر وش استفت؟ استفت غير 2.5 إذن هذو كل الباقية اللي راحت راحت على شكل بناء ونمو للعضالات تعه والجزء الآخر فضالات السؤال الآخر يقول لي الكائنة الحية المسؤولة عن تشكله إذن نحو للسؤال يؤدي موت لمسهلك الأخير مثلاً فعل أبو لأي مستهلك إلى تشكل ناتج يهم النبات الأخطر في تركيب مادة العدوية محدد وشنه هو وسمي الملح المعدني إذن الكائن الحية المسؤولة عن تشكله هي الكائنات المحللة وشنه معنة محللة؟ معنة كي ماتت؟ تحللت في الطربة في التتت مثال تولي بكتيريا دورها تقوم بتحليل بقايا الكائنات الميتة والفضلات إلى دبال وإلى ملح معدني يعني كي تموت تتحول هذه البكتيريا تحولها إلى دبال معنة عفسها مواد عضوية يستفيد منها النبات وإلى ملح معدني والملح المعدني الناتج هو ملح النطاط مفهوم؟ ننتقل إلى الوضعية الإدماجية إذن قال لي لماذا اعتبر رئي الصين عصافر أفا زراعية؟ لأنها تتغذى على المحاصيل الزراعية ولأنها هو يعني كيف شفها لأنها تؤذي الناس ولا الكائنات الحية الأخرى هل استفادت الصين من هذا؟ لم تستفيد لأنها أدى إلى انتشار الجراد ثم تلفت المحاصيل وأدى إلى مجاعة قتلت عشرين مليون شخص ماذا ينتج عن فقدان حلقة؟ معنة حلقة وحدة تفقد وشي صرا؟ اضطراب وخلل في توازن بيئي لأن بعض العناصر مفقودة معنة لازم تكتبوا كلمة اضطراب وخلل معنة تقول لي غير متوازنة يلا اقترح حليني مكافحة الجراد مثلا توقف عن قتل الطيور تعزيز تكاثر طيور دوري مثلا تاكل الجراد استيرادها من دول أخرى إذا كانت في هذه الدولة ناقصة نقول لهنا الحل ما نعطوش على شكل حلول إيبادة إلى غريدة لا نعطي حلول على حساب الوضعية الإدماجية وجام ينسوا اعتمادا على السندات ومكتسباتنا القبلية دوما نكتبوها لأنه يزيدون عليها واللهنا نزيدوا نفصلوا مثلا أدى إلى كذا وكتبوا قعوش تسحقوا وبينسوا تجبدوا من السند اللي اعطوه لكم إذن هذا بالنسبة لاختبار العلوم للفصل الأول للسنة الثانية متوسط إذا عندكم أي سؤال ولا يستفسر خلوه لي في التعليقات وجيبوا عليه في أقرب وقت ممكن وكما نقول لكم كالعادة بالتوفيق إن شاء الله شكرا